عجز بأكثر من سبعين ألف عون شبه طبي في المؤسسات الاستشفائية خلق مشاكل متعددة سواء بنسبة للمرضى وحتى العاملين في القطاع ما أثر سلبا على نوعية الخدمات الصحية المقدمة يعني نعرف حتى تسعين نعرف المكسيموم نحن يوم نحتاجين شبه طبيين في العلاج العام نحن نحتاجين في التخدير نحن نحتاجين في القبيلات النقابة الوطنية لأعوان شبه طبي داقت ناقوس الخطر وطالبت الوزر الوصية بضرورة الإفراج عن المسابقات الخاصة بتوظيف أعوان شبه طبي ليسدي العجز على مستوى المؤسسات الاستشفائية هذا بيننا في الوزارة الصحة في مديرية التكوين يتكفلوا بتختيصة شبه طبي الصحة العمومية في العلاج العام هي المشاكل التي تنخر قطاع الصحة في الجزائر أمراض وأوبئة تفتك بأرواح المواطنين ناهيك عن عدز كبير في الأطباء كل هذا والوزارة الوصية تتغنى بقانون جديد للصحة ترجمة نانسي قنقر